ومع ذلك نقول على كل الحكام وكل مسؤولين أن يطبقوا شرع الله وأن يسعوا إلى ذلك وندرك الظروف اللي كان فيها الاستعمار وندرك القوة الغربية ومع هذا نقول احكموا شرع الله واستمروا على ذلك يسددكم والله وينفعكم لكن هذا فرق بينه وبينيش تحكم عليه بالكفر وتستحل دمه أو تستحل والأسف الشديد دميش دم القضاء اللي متعاونين معاه ودم رجالات الدول اللي شغالين وكبار الوزراء والمسؤولين يقول لك أنك تقاعد تحكم في دولة لا تحكم بشرع الله فبالتالي أنت كافر وكل من رضي بها فهو كافر وخلاص بصير المسألة مفتوحة بالمجان